بإذن الله جل وعلا سأدور حول قضية كانت مثارة يعني انبرت فيها الأقلام وتطاولت فيها الألثن في الأيام الخوالي ولا أقول إنها وقفت عند هذا الحد بل ستتجدد ستتجدد دائما ولذلك كانت متجددة عند القدامة وتجددت في الأيام الخوالي وستتجدد دائما وينجم عنها فتن كثير جدا بسبب أن الكثيرين من غير فرسان الميدان يخوضون في هذا الباب أو بمعنى آخر لأن الكثيرين من غير المتخصصين يخوضون في غير هذا الميدان في ميدان آيات وأحاديث الصفات قضية آيات وأحاديث الصفات التي جرى حولها اللغات في الأيام الخوالي وسيكون في الأيام القادمة أيضا ولذلك أقول للجميع ركزوا معي بإذن الله لكن سأضع مقدمة لا بد منها ألا وهي أن الكل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من قوله ويرد عليه عدى المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه الكل أو الكل يأخذ من قوله ويرد عليه عدى المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه بمعنى أن كل إنسان من الوارد في حقه أن يخطئ وهذا وارد وهذا وارد ولا عدنا يعني لما قاله الإمام الشافعي في لحظات الموت وغيره لا رأينا ذلك ولا وقفنا على ذلك عيانا يا أخي لو نظرنا في أي كتاب بعد كتاب الذي جل وعلا لوجدنا فيه القيل والقال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولذلك أنا أرجو أرجو أن نقتنع جميعا بتلكم القاعدة أن الكل يأخذ من قوله ويرد عليه عدى المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه لا يسمعنا ذلك أننا لا نخطأنا لا ولازلنا نقوم بمراجعات يعني الإنسان كلما تقدم عمره يعني بيتسع علمه ولذلك العالم يتراجع إذا اتسع علمه العالم يتراجع إذا اتسع علمه يجي بعض بقى من الذين في قلوبهم زيغ ناس من اللي في قلوبها مرض إما يجي علم مثلا مثل أبي حنيفة مثل فلان أو في الأيام الحالية كان له قول ثم لما يعني تقدم في العمر وزاج الطلاعه علم أنه كان على خطأ فيأتي فيأتي بالصواب ويقول أصابه في المسألة كذا يوم الجاي بقى من اللي في قلوبهم مرض اللي عايزين يرتزقوا من اليوتيوب ومنصات التواصل لك شوف الشيخ فلام بيقول كذا وبيقول كلام مناقضة الشيخ أهو حتى لو فيه يعني شيء من النوازل ثورة أي حاجة حصلت في البلد كان له شيء ولما تبينت له المسائل وانكشفت له الأمور لا بقى له شيء آخر تماما لأن الأمور كان فيها تلبيس تدليس عدم وضوح فبقى له قل آخر أقول لك أهو شوف بقى المنافق شوف المتلون كان بيقول كذا صار بيقول كذا دي مش كده تقع وبراثم هؤلاء المجرمين دي مش كده أبدا ليه لأن الإنسان يا جماعة العالم نفسه العالم الفحل العالم الكبير العالم العلامة أحيانا يقول الكلام بعد شوية معترام يقف على ما هو أدق منه أوضح منه أصح منه يقوم جاي يذكر هذا فكلام العالم المتأخر ينسخ المتقدم ينسخه مش يقوله لا تعالوا بقى موريك نبقوا له وبقوا له أو تعالوا بقى نشوف فضايح وقت لا 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 ليه لأن الأدب مفتقد عند الكثيرين في هذا الزمان ولأن منصات التواصل لما صارت تجارية والعياذ بالله جل وعلا سال اللعاب من الكثيرين تحت بند أنهم يغارون على الدين أنهم يغارون على الدين وفي الأصل هم يريدون الدولارات من اليوتيوب وغير ذلك فضيحة الفنانة فلان فضيحة الشيخ فلان شوف التناقضات عندي الشيخ فلان شوف كده هؤلاء مرضى وبقول ده احنا نشجع فلان آل فتوى ثم تراجع عنها بعد ذلك نشجعه ونقول كلام المتأخر ينسخ الكلام المتقدم إنما كلام دول لأنه شايفين الأرض بور واللي بيتابعوا على منصات تواصل الناس يعني مش متخصصة في العلوم الشرعية ولا فهم حاجة فبيبص آي أصاح ده الشيخ ده منافق ده الشيخ ده كذ وده جهد ولذلك يا جماعة أنا بقول ما من عالم ما من عالم إلا وله زلات ما من عالم إلا وعنده أخطاء لحنا ملائكة ولحنا أنبياء وأنا أولهم ولذلك على الجميع الاعتراف بالأخطاء والإقلاع عنها والعودة إلى الصواب خلي بلك بل أقولها بملء في وأنا أول من يعلن ذلك أنا أول محمد الزوب يو أنا أول من يعلن ذلك وأبرأ إلى الله من كل خطأ بدر مني في أي وقت بل أبرأ إلى الله من كل معلومة خاطئة بدرت مني في أي وقت وأقول للجميع احذفوا ما كان مني من خطأ وأبقوا الصواب حتى ولو كان الخطأ سبق لسان احذفوه وقولي بعدما تحذفوا الخطأ هو ما قال الله هو ما قال النبي صلى الله عليه وقولي هو ما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ما أصاب فيه العلماء الربانيون خذوها عني خذوها عني وأنا أول من يقول ذلك